افتتح صباح اليوم بفندق نوفوتين رئيس لجنة السياسة الاقتصادية والنقضية بمجموعة السماك بولا تلسون افتتح عمال الورشة الاقليمية التي جمعت رؤساء لجان المالية بالجمعيات الوطنية للدول السماك بالإضافة لمسيلي سانتومي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك بهدف رفع كفاءتهم في مشروعات قانون المالية تقرير هارون بأدم من اجل بلورة مضمون الابتكار التمهيدي الناتج عن توجيهات الاطار المتناسق لادارة المالية العامة بفضاء المجموعة الاقتصادية والنقضية لدول افريقيا المركزية السماك جاء تنظيم هذه الورشة الاقليمية للجان المكلفة بالمالية للجمعيات الوطنية بالسماك وبدعم مالين وفنين من الاتحاد الاوروبي والبرنامج الانمائي للامم المتحدة بيونيد وفي حفل الافتتاح الرسمي لعمال الورشة اكدت سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى البلاد على التزام الاتحاد بتقديم الدعم والمساندة خاصة في اطار تقوية كفاءات المؤسسات المحلية والاقليمية للقيام بدورها المنوط بها ودعم المبادرات الرامية لتحسين استخدام الموارد المالية كما اشارت الان الاتحاد الاوروبي اجرى سلسلة حوارات مع الجمعية الوطنية تناولت جملة من القضايا التي تهم الساعة مشديدة على خلص اوروبا بضرورة تعبئة الاطار القضائي والقانوني لضمان تسيير افضل للقطاع المالي وبمشاركة السلطة التشريعية ومن جانبه مفوض لجنة السياسة الاقتصادية والنقدية والمالية بالسيماك بول تيسون فقد اكد عزم قادة دول السيماك على ضرورة وضع اليات ذات طابع قانوني يساهم في تحقيق طموحات المجموعة وذلك بفضل ارساء دعائم الحكم الرشيد وان هذه الورشة تترجم الرغبة القوية للسيماك وشركائها لتنفيذ قرارات ومقرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد في العام 2011 وذلك باعتماد خطة جديدة تحتم على الدول العضاء برفع كفاءات اللجان المكلفة بالمالية والميزانية بالجمعيات الوطنية لدراسة جدية ودقيقة لمشروعات قانون المالية ترجمة نانسي قنقر